بسم الله الرحمن الرحيم أو مثلا أنبتت أو بلغت سن الخامسة عشرة فيبالغ وأما بالنسبة لبلوغ المرأة غالبا فيكون في السن التاسعة منها من تتجاوز هذا في بعض المناطق الحارة وأما بالنسبة للمناطق البالدة فإنها تتأخر عن ذلك شيئا يسيرة لهذا نقول ينبغي أن لا ترتبط بعلامة معينة ويمسلة الحيط بل ينبغي أن ينظر إلى العلامات أي علامة تظهر ولو واحدة من هذه العلامات ويبلغ السن الخامسة عشر أو حاضت ولو كانت قبل هذا السن أو أنبتت يعني ظهر ذلك منها أو احتلمت فإن هذا فإن هذا من علامات البلوغ وينبغي المرأة كذلك أيضا لأولياء النساء أن يتقين الله عز وجل فيهن في مسألة الحجاب ولو قصرت المرأة في بناتها فهي آثمة إن وقعت في محضور أو نظر إليها وفتنت فإنها تأثم تأثم في ذاتها وتأثم أيضا وليتها إذا لم تأمرها وقصرت في ذلك ولهذا ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يتقي الله في ذريته أحسن الله لكم إذن يكفي أن تكونها علامات الظاهرة بينة واضحة نعم أحسن الله لكم